في إطار الحديث على مسائل السجون وكذا ما أو ما يجري كما تعلمون أنه شقيقي عبد المالك عادل الدركي السابق الذي يحمل رطبة المساعد عنده حذر في الماستر في الحقوق رجل نظيف ملتزم لم يرتكب مخالفة في حياته لم يشهد عليه يوم أنه أخذ مصباح ولا قلم خطي كان يعمل وملتزم بالقواني بل أنه كان يعارضني كثيرا فيما أقوم به ويرى ما أقوم به أنه عداء للجزار في يوم حدث بيني وبينه خطاب قال لي كلام قال لي ما تقومون به يراه ضد الدولة وضد العداء للدولة وفرق ما بين ليحب عارض يجيدي الحزب السياسي وعارض ما الكلام هذه الأسطوانة لنسمعها من آخرين لكن المسكين ظلموه وسجنوه وحكموا عليه بثماني سنوات سجن نافذة في قضية مفبرك فبركها يحيى أولحاج قائد الدرك الوطني هذا المجرم هذا اللس هذا الذي نهب الأموال هذا الذي عذب الجزائريين بيديه هذا اللي يصل أرمى جزائريين من الهيليكوبتر وقتلوهم وهذه جرائم حرب في ظل تلك الحرب والصراع اللي كان في التسعينات ارتكب جرائم حرب من المفروض تكون متابعته قضائيا في القضاء الدولي وهذا الذي سيحدث ربما الآن راه محمي لأنه راه على رأس الدرك الوطني راح يجي نهار وما يبقاش في الرأس الدرك الوطني وسيجد رجالي حرموا عليه حتى يخرج للعلاج في الخارج مدام هذا النظام ما استطاعش أنه يدير حتى مستشفى على الأقل إدوه في هؤلاء اللصوص عندما يحاصرون من الخارج المهم المعلومات التي وصلتني عادل كما تعلمون حكموا عليه في المحكمة محكمة قسانطينة ثماني سنوات وهم بصدد تحويله الآن بعد الاستئناف الحكم إلى البليدة لمحاكمته مجددا في الفصل الثاني من مسلسل هذه المحاكمة المعلومات التي وصلتني من مصدر في البليدة تقول بأن يحيئ الحاج أعطى أوامر أعطى أوامر بأنه عادل إذا لم يتم تشديد العقوبة عليه فلا سيحافظون على الحكم أو ربما الآن بعد ما يسمعوا هذا الكلام يقولهم هبطوها شوي هذه أوامر وستقفون عليه عندما سيتم محاكمته ستشوفوا كيفاش رح يحكمه له سنوات بل أنه المصدر التاعي قال لي حتى المحامي ما كان لاهديره لمحامي كل شيء محسوم مسبقا القاضي استنى فيه جيرح يوقف يعطيه ثماني سنين ولا ربما يقلب هالو عشر سنين وإذا كان الآن تكلمنا عليه ربما يهبط هالو سبع سنين المهم قال لي لن يطلقوا صراحه لأن يحياء الحاج قال لهم أخذ القضية انتقام شخصي ويقول لهم كن لا أستغفر الله العلي العظيم لو يأتي من السماء أمر لا عصيته وما أفرجت عنه وهو لا يدري يعني أنت يا يحياء الحاج هل أنت وافق في نفسك رايح تعيش حتى يشارع عادل ربما رصاصة طائشة تتخذلك أجلك أو ربما توكل تشرب حتى هو من جماعة تلك سيدو تشرب تسكر عفان الله هو إياكم وتحكمك مصيبة ربما جلطة دماغية تخليك حتى على فراش النوم يعني الناس تبدلك في الحفظات تضامن نفسك تعيش حتى تحاكم عادل ويقعد ثماني سنين ويخرج وتزيد تحاصره يعني أنت تضامن في نفسك تضامن في نفسك على هذا الظلم يعني البلد بلد ما تظلمش الشعب فقط والمدنيين والناس البسطاء بلد تظلم جنرالاتها تظلم صف ضباطها وضباطها السجون العسكرية مليانة يا ناس الناس ما عنده أنت بالله عليك واحد يروح يخدم في الجيش هراه راح يخدم هراه وخدا خد وقادر على مزاج مسؤول يروح يحاوزه شقيقي عبدالغاني خادم 24 سنة تقريبا فجأة ما خلولوش يكمل يدي التقاعد انتا عويروها فجأة يلقى لا تقاعد لا تأمين عنده ربع ولاد وعنده عائلة لا سكن ولا أي شي شردوه هذي دا دولة هذي دولة يتشرف واحد يخدم في مؤسساتها هاي حتى العصابات العصابات المافيوية كون يجي واحد منهم يحكموا عليه حاجة على غير هواهم تعرفيش يديروله يخرجوه وإذا قتلوه ولا داروله حاجة يحافظوله على عائلته انت تجي تعاقبه تقوله تطرده وتجي تعاقبه خمس سنوات ما يديش تقاعد تدير الجريمة الدولة دول كلها قدر يكون فيها عسكرين يديروا مخالفات مخالفات للتعليمات مخالفات للتعليمات سيصار لازم لو يروح لداره خلوه خليه يكمل يكمل العامتاع وما يعطوه شبوست وقعد لهيه ولا روح في إجازات مختلفة حتى تدي يحافظوا على صورة العسكري أمام أهله متى يقدركم ترخصوا في الناس تخيل جنرالات كانوا بقدرهم وبقيمتهم والناس تحسب لهم ألف حساب وتحترمهم وتحترم بسبب احترامهم تحترم المؤسسة العسكرية يصبحوا ما يسويوش شي جنرال سابق راهو غديري راهو في السجن راهو محكم عليه كان بقدره كان في منصب كبير في وزارة الدفاع دمروا له حياته دخلوا الحبس جنرال كان الأمين العامل وزارة الدفاع راهو في الحبس زوجته مرة أهانوها في بوست بوليس جنرالات كانوا جنرال يوسف كان ماسك الأمن وجنرال بوعزة وسيني كان ماسك الأمن وهدموا كل وجنرال ترطاق اللي كان منصق الأجهزة الأمنية وكان يعتبر من سقوط إن صحت تعبير جهاز المخابرات الجزائرية أو خلبي يخرج على كل حال عد سنوات في السجن يعني بالله يعليك بعد أنتوا بتقولوا المؤسسة الشعب الجزائري يحترم المؤسسة كيفش راح يحترمها؟ إذا كان يشوف في أقاربه وأبناء عمومته راح يجوه راح يرى راح البارح مقدر وضابط ولا راح صف ضابط راح إنسان في المؤسسة العسكرية بقيمته غدوة يصبح حمال في مرشي يروح يبيع الدخان يبيع الشمة وليه عقب عليه يقوله كذره كان ذابط أنا نعرف نقيب يعني ربي سبحانه كي يحب يفتح الرزق على واحد نعرف نقيب إنسان مصلي كانوا في رطب تنقيب تردوه لأنه يصلي أراد إياه وقال له روح أنت إنسان تصلي ونحن ما نحبوش اللي يصلي لازم الكاسيدور في الكازرنات وفي المؤسسات وفي الرئاسة وغيرها لازم دايما الكاسيدور تردوه مسكين ما عنده حتى مدخول عائلة فقيرة دار واحد الطاولة هكذا قدام البيت مع الطريق هكذا يبيع الحلوية الحلوى لأولاد ويبيع الدخان ويبيع بعض الحوايج حوايج هكذا ويشيروا ما عنده نسب يجيب مصروفه يعني لأنه إنسان نظيف ما يلقونه ما يلقونه لا يسارق ولا أي شي طرده تعرف وش فيه نهار منهارات تجي سيدة تجيب السيارة أنتحها توصل أمام البيت متاعهم وتطيح أمبار راح شافها أمبار راح لها لقاها مسافرة في سفر قالها في مساء قالها أدخلي للبيت مع الوالدة وذرك نجيب ميكانيسيان يقوم بإصلاح هذه السيارة وإن شاء الله تسافر راح جاب ميكانيسيان شاف قال له كاين واحد للأمر لازم لها بياسة تبدل يستحيل هذه الليلة أستطيع أن نصلحها لها إذن الغدو تلك السيدة باتت عند والدته وهو صهرها على السيارة البكرة وسلمها هذه السيدة تونسية مش جزائرية كانت مرة على أحد الولايات في المنطقة الحدودي راح اتخذت تليفون تعلى البيت ومشت بعد مدة عودت رجعت له هي كانت تقين في سويسرا هي جات من تونس وراجع لأهلها وكانت في زيارة إلى أحد صديقاتها هنا في الجزائر وراحت راحت رجعت لسويسرا وهي آنسة مش متزوجة رجعت تزوجت معاه وأخذت معاه لسويسرا والآن عنده أولاد وأنا زرت في سويسرا وأموره تمام تمام وفتح عليها ربي سبحانه الأبواب الواسعة حاولوا يغلقوا عليه الرزق فتحوا ربي أبواب الرزق من حيث لا يدري لذلك نقول لها لكم ظلم راهوة والله الظلم ظلمات يوم القيامة وحتى في الدنيا ربي سبحانه لم يعني فتح الأبواب للمظلومين دعوة الظالم المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فتخيل يا ألحاج عادل الآن عادل مصلي حياته كلها مسكين خطيه منها خطيه كل الممارسات اللي سيئة لا يدخن ولا يشرب خمر ولا أي شيء ملتزم في حياته بعمله وبأسرته يعني بالله عليك الآن وغير وكثر رهم يدعوا عليك عجوز أمهم راهي هذا كسجنته له والأخر طردته والد في التسعين سنة في حياته ما أخذ شيء من هذه البلاد وراهم الآن يرفعون في أيديهم للسماء ويسألون الله تعالى أن ينتقم ممن ظلم ظلمهم وظلم أولادهم يعني ورحين قل لك يعني رح تدوم الكاذب وان هما جنرال نوبا اللي كان في الدرك الوطني أو في السجن وان هو الجنرال عبدالغني هامل اللي كان تغلق العاصمة من أجل باش يتنقل من نادي الصنوبر إلى مقر لقيادة الأمن الوطني وان هو وان هما الجنرالات وان هو اللي هارب في الخارج وغير 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 وان هما كلهم وان هو القيد صالح الذي كان الرجل الأقوى كانت البلاد بين يديه في فطرة الحراك الشعبي وفي فطرة نهاية بوتفليقة وان هو ها هو ذهب إلى ربه في عملية راكم تعرفوها ثم الآن أولاده هنا كنا نحكم منذ قليل على ما يجري معهم من مطاردات وما إلى ذلك من هذه الأمور لذلك المعلومات التي توفرت لدي أن يحيأ الحاج يهدد ويتعوعد بأنه سينتقم أيما انتقام لن يغفر لعادل أنه أنور مالك ينتقده ويتحدث عنه افعل فيه ما تريد هو رب سبحانه وربنا جميعا سينصفه اليوم أو غدا ولكن سأعريك في كل المنابر والأيام سجال بيننا واذكروا كلاما سينصفه اليوم